بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلابا والأجر والقبول والثوابا للنون إن تسكن وللتنويني أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد فبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام ورى ثم كررن والثالث الإقلاب عند البائي بيمن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في طقا ضع ظالما وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجا لا ألف لينة لذي الهجا أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند البائي وسميه الشفوي للكراء والثاني إدغام بمثلها أتا وسمي إدغاما صغيرا يا فتا والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لداواو وفاء تختفي لقربها ولاتحاد فاعرفي للامئ الحالان قبل الأحرفي أولاهما إظهارها فالتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من بغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في أربعي وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحمن تفضف ذا نعم دعسو أغن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهر النلام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقل نا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفقوا حرفان فالمثلان فيهما أحقوا وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقوا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حذك الحرفان في كل فقل كل كبير وافه منه بالمثل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل اليا وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها اليا وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إنفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقلوا فهذه أربعة تفصلوا فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحرف وجدا والمد وسقه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمانين حصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطع كذا اشتهر وتمذ النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ند بدى لذنها تاريخه بشرى لمن يتكنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي جوادہ офیسیل